بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب السنواء العام أهلا ومرحبا بكم في مدرسة على الهوى حلقة اهمة جدا من حلقات الكيميا الصف الثالث السنوي طبعا قبل ما نبدأ يشرفني وجودي مع الأستاذ خالد خبيل مادة الكيمياء في الوزارة أهلا بك أستاذنا أهلا بك أستاذ رمضان ربنا ديك الصحة كده وتبقى حلقة مميزة النهاردة في الأهمية الاقتصادية للعناصر الانتقالية اهنا بدأنا مع بعض المنهج بتاعنا وتكلمنا مع بعض في الجزئية الأولى للتركيب الإلكتروني وعرفنا التركيب الإلكتروني للعمود الأول والتاني والتالت لغاية العاشر في العناصر الانتقالية الرئيسية فئة دي اه النهاردة حلقة خاصة بالأهمية الاقتصادية للعناصر الانتقالية حضر لنا مفاجأة كده للأستيس خالد إن شاء الله تبقى كويسة ونستفيد بها كلنا إن شاء الله بسلسلة الانتقالية الأولى هو دايما أبنائنا في شغلهم كلمة الحفظ مسيطرة جدا عليهم يعني ولكن احنا قلنا تكرارا ومرارا علشان الكيميا تبقى مادة لها رونة خاص الفهم ثم الفهم ثم الفهم ثم التطبيق وتكرار ما تم فهمه الله يفتعليك كسير أن الطواب يظنه عند دراسة الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة إن ده جزء بيتصل بالحفظ لأ طبعا إحنا نوضح إن شاء الله في حلقتنا الفهم الفهم ثم الفهم ثم الفهم يعني طيب لذلك ما نيجي نتناول أو نتناول دراسة الأهمية الاقتصادية للعناصر الانتقالية وخصوصا عناصر السلسلة الانتقالية الأولى إحنا هنقسمها مش هناخدها زي ما هي موجودة هناخدها كسبائك هناخدها كمركبات هناخدها كعناصر ولكن قبل أن نتكلم عن الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى عايزنا بس من ساعتك توضح لنا إيه ما فيه معنى كلمة سبيكة أو مصطلح سبيكة الله طب يبقى البداية كده إنتوا عرفتوا إحنا هنعمل إيه النهاردة على العناصر الانتقالية بالسلسلة الانتقالية الأولى من ناحية السبائك العناصر البداية من السكانديوم لغاية الخرصين دي سلسلة انتقالية أولى بتحتوي على عشر عناصر هنعرف إن شاء الله بعد كده إن هم تسعة منهم انتقالي رئيسي وواحدة تعتبر فلز من الفلزات السقيلة اللي هو الخرصين لا يعتبر عنصر انتقالي دي لها تفسير تاني بعد كده ولكن المطلوب مننا النهاردة هنبدأ بمعنى كلمة سبيكة السبيكة عبارة عن مخلوط من فلزين أو أكثر كلنا عارفنا في المرحلة اللي فاتت إن فيه ربطة أيونية ربطة تساهمية ربطة تناصقية ربطة فلزية ربطة هيدروجينية كل دي روابط في مركبات أو عناصر أنا بقول عناصر إن فيه ربطة الفلزية بين العنصر وأيوناته لكن لما نيجي نتكلم على معنى كلمة سبيكة تعرفها المستساغ اللي احنا المفروض نعرفه هي مخلوط من فلزين أو أكثر بنسب معينة بنسب سابتة معينة وممكن تكون بين فلز ولا فلز هنبدأ بإيه يا أصدقائي ده كده كان بالنسبة لمفهوم السبيكة طب لما نيجي نتكلم بقى عن الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى هناخد بالنا من حاجة مهمة جدا أولا من المعلومات اللي عايزين برضو نقولها اللي أبنائنا ما سبب استخدام عناصر السلسلة الانتقالية الأولى في إنتاج السبائك طبعا ده بسبب السبوت النسبي لأنصاف أكتار زرات هذه العناصر إذن عناصر السلسلة الانتقالية الأولى بتستخدم في إنتاج السبائك بسبب السبوت النسبي لأنصاف أكتار زراف زر عناصر الجزئية دي هندرسها بتفسير في الخواص العامة لعناصر الانتقالية من ناحية نص القطب لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى زي ما قال أستاذنا الفاضل كده قال فيه سبات نسبي سبات نسبي في نص القطب ده بيؤدي لسبات نسبي في الحجم الزري ليه؟ بنستخدمها كسبائك ده سبب علمي معين موجود معنا علل تستخدم العناصر الانتقالية الأولى في صنوعة السبائك للتقارب في الحجم الزري للتقارب في نص القطب طب هي ليه متقاربة في نص القطب؟ متقاربة في الحجم الزري هنتعرف عليها إن شاء الله في الحلقات اللي جاية ونفهم الجزئية دي طيب هنبدأ بأول سبائك عندنا بقى لو دخلنا كده بشكل فعلي إحنا عندنا سكانديوم، تيتانيوم، فانديوم، كروم، منجنيس، حديد، كوبالت، نيكا، نحاس، خرسين عندنا عنصر الألمونيوم أو فلز الألمونيوم بيدخل في تكوين سبائك مع بعض في الزات هذه السلسلة لو إحنا كده نظرنا طب ليه اللي إحنا كده موضحينه هنقول إسكانديوم مع ألمونيوم يعني لي سبيكة تيتانيوم مع ألمونيوم سبيكة منجنيس مع ألمونيوم منجنيس مع حديد نحاس وخرسين نحاس مع القصدير جميل اللي هو إس إن سبيكة البرونز إس إس إن نيكا الكروم أدي سبيكا ومرة الفانديوم مع الصلب ومرة أساسا إنه كلمع الصلب ده مهرجان كبير إذن إحنا إحنا أساسا كده لو إحنا قسمنا القصة دي إذن كده إحنا خلصنا كل قصة السبائك يبقى كده الطالب ملم بموضوع الأهمية الاقتصادية يبقى إذن فلز الألمونيوم يعمل لي سبيكة مرة مع الإسكنديوم مرة مع التتاني الجنيزة المجنيزة عمل لي حديد وألمونيوم نحاس خرسين نحاس قصدير نيكا الكروم كتبنا كلمة الصلب ضفت نسبة قالينا من الفانديوم للصلب عملت سبيكة نيكا مع الصلب لكن يتبقى لنا نقول إيه هي الأهمية الاقتصادية عشان نعرف فيما تستخدم طيب يعني مثلا سبيكة الإسكنديوم مع الألمونيوم لما أنا بعمل كده خليط خليط مع حجس حضرتك بنتكلم دلوقتي على السبائك ودخلناها في السلسلة الانتقالية الأولى السبيكة عرفناها عبارة عن إيه طيب الهدف من صناعة سبيكة برضو الطالب اللي يزم يعرفها قبل ما نتكلم على الأهمية الاقتصادية أكيد إيه الهدف من صناعة سبيكة يعني إيه سبيكة قلناها مخلوط من فلزينة وأكثر أو فلز ولا فلز لكن الهدف من صناعة السبيكة الحصول على بعض الصفات المرغوبة مش موجودة في العناصر الإيه الأصلية من درجات غليان من درجات انسهار من صلابة من تماسك من توصيل كهرابي من توصيل حراري كل دي أنا عاوز أوصل لها كمثال صغيرة ونرجع نسمى حضرتك المنجنيز عنصر المنجنيز عنصر هاش جدا الحديد النقي مالوشي السخدامات المنجنيز النقي مالوشي السخدامات لكن لما الاتنين يعملوا بنحصل على الصلب القوي اللي بيتحمل قطبان سكك إيه الحديدية اللي موجودة يبقى الهدف من صناعة السبيكة الحصول على بعض الصفات المرجوبة من صلابة وقوة وتماسك ودرجات انسهار ودرجات غليام وما إلا ذلك نسمع بقى حضرتك بعد الجزئية أسف مقطعتك كده بس عشان نتعرف زي ما ساعدتك قلت أن الهدف من إنتاج السباك القصول على الصفات جديدة لما تكون موجودة في الفلز الأصلي ودي برضو من الحاجات المهمة جدا أن المنجنيز شديد لهشاشة الحديد عبارة عن فلز لين لين سهل تشكيره أول لذلك بيخلطه مع عناصر أخرى بالحصول على استخدامات صناعية هم جدا سبيكة الإسكانديوم مع الألمونيوم بتتميز بإيه بخفتها وشدت صلابتها إذن لو أنا كده كتبت إسكانديوم مع ألمونيوم دي سبيكة خوصها خفتها خفيفة فيها ألمونيوم خفيف وشدت صلابتها سيكانديوم فيما تستخدم سبيكة الإسكانديوم مع الألمونيوم ولماذا ولماذا إذن إحنا قلنا أساسا أن إسكانديوم مع ألمونيوم تستخدم في سماعة طائرات الميجي المقاتلة لأنها تتميز بخفتها بخفتها وشدت صلابتها لكن فرز التيتانيوم كفرز انتقالي إيه خواصه آه جميل فرز التيتانيوم ده قليل الكسافة التيتانيوم مع الألمونيوم لما نعمل منه سبيكة بنصنع منه الطيارات العادية مركبات الفضاء المختلفة يعني لما بناخد تيتانيوم وألمونيوم لاثنين مع بعض بيقاوموا التغير في درجات الحرارة المختلفة فبالتالي بيقاوم التغير في درجات الحرارة المختلفة خفيف كسفته إليه كسفته إليه مع شدة الصلابة الخاصة بعمصر إيه التيتانيوم يعني التيتانيوم شديد الصلابة قال صلب تمام إذن ممكن يسألني ويقول لك فاهم ما أوجه الشبه بين التيتانيوم والصلب فقول له كلا هما شديد الصلابة جميل إذن لابد من إحنا نؤكد على مدى الفهم ككيميا إذن التيتانيوم في رز شديد الصلابة قال صلب إذن لو كلا ليه ما أوجه الشبه بين التيتانيوم والصلب قلو كلا هما شديد الصلابة ماشي طب بيجي نتكلم بقى عن إيه سبيكة التيتانيوم مع الألمونيوم حلو جدا مالها أولا تستخدم في إيه صناعة الطائرات أولا صناعة الطائرات ومركبات الفضاء مش مركبات مركبات الفضاء إذن نؤكد على اللفظ مع أولادنا مركبات الفضاء طب لماذا ليه بتستخدم الألمونيوم في صناعة الطائرات ومركبات الفضاء لماذا فضاء طبعا التيتانيوم مع الألمونيوم في صناعة الطائرات ومركبات الفضاء ده بتتميز أن هي تقاوم التغير في درجات الحرارة المختلفة عاوز أوضح النقطة دي كويس أول طبقات الجو المختلفة اللي عندنا أكيد أنت درستها معنا في المرحلة الاعدادية أو الابتدائية إن طبقات الجو فيها تيربوسفير ستراتوسفير ميزوسفير ايونوسفير بعض الطبقات الأخرى لما الطيارة تنتقل من طبقة الأخرى تتغير درجات الحرارة مين بقى اللي هيقاوم التغير في درجات الحرارة إما ارتفاع أو الخفاض التيتانيوم مع الألمونيوم فبالتالي بتصنع الطائرات من سبائك التيتانيوم مع الألمونيوم لأنها تقاوم التغير في درجات الحرارة في طبقات الجو المختلفة بمعنى أن عنصر التيتانيوم بيخافز على متاناته في درجات الحرارة المرتفعة لذلك احنا خلطنا التيتانيوم مع الألمونيوم برغم أن التيتانيوم أسقل من الألمونيوم مرة ونصفة جميل إذا لم يجي أنا أتكلم عن سبيكة التيتانيوم والألمونيوم ليه تستخدم في سماعة الطائرات ومركبات الطضاء إذن الإجابة بشكل مختصر جدا زي ما سعدتك وضعت لأن التيتانيوم يحافظ على متاناته في درجات الحرارة المرتفعة إذن لما يحدث احتكاك بين جسم الطائرة والهواء ينشأ درجة حرارة إذن لابد أن يكون جسم الطائرة مصمم بالشكل الذي يقوم هذا الارتفاع في درجات الحرارة ولكن ننتقل إلى برضو المنجليز مع الألمونيوم إذن الألمونيوم ده حدوتها بالنسبة لنا السباق إذن أنا قطلب عشان أنا محفظ إذن أنا فاهم إن الألمونيوم كفلز أنا دخلت مع سلاسة عناصر من عناصر السلسلة الانتقالية دخلت مع الإسكاندوم دخل مع التيتانيوم مع المنجليز طب الألمونيوم دي سبيكة تستخدم في إيه؟ تستخدم في صناعة عبوات المشروبات الغازية طب لماذا تستخدم سبيكة المنجليز مع الألمونيوم؟ في صناعة عبوات المشروبات الغازية لأنها توقوم الصدى والتآكل إذن من الصفة أو من الاستخدام نستطيع أن نستنتج الأهمية إذن سبيكة المنجليز مع الألمونيوم دي كده كسبيكة تقاوم أو تقاوم تقاوم حاجتين الصدى والتآكل لذا تستخدم سبيكة المنجليز مع الألمونيوم في صناعة عبوات المشروبات الغازية ولكن ننتقل إلى منجليز مع حديد إذن كده أنا بالنسبة للألمونيوم أنا خلصته مع تلت عناصر انتقالية اسكانديوم تيتانيوم منجليز طب المنجليز أنا ما زلت وقف على فلز المنجليز يا أستاذنا طب منجليز مع حديد مع حديد سعدتك أشرت إلى حاجة مهمة جدا إن الحديد ده فلز لين ليست لو استخدامات صناعية همه وأن المنجليز عبارة عن فلز شديد الهاشاشة برضو أنا ما أقدرش أنا أستخدمه في برضو استخدامات صناعية فبرضو واضح أدي دور السباك أساسا لما أتخنى المنجليز مع الألمونيوم والمنجليز مع الحديد طبعا المنجليز مع الحديد بيعمل لي إيه أساسا المنجليز مع الحديد هم بيكون سبيكة أصلب أصلب أو سبيكة أصلب من الصلب لذا تستخدم سبيكة المنجليز مع الحديد في صناعة خطوط أو خطوط السكك الحديدية يبقى فيما تستخدم سبيكة المنجليز مع الحديد في صناعة خطوط السكك الحديدية لأنها أصلب من الصلب لكن مازلنا برضو إحنا بنتكلم فيه سياق الأهمية الإقصادية هنقول إيه نيكل مع كروم سبيكة النيكل كروم زي ما أبنائنا عارفين أنها تستخدم فيه ملفات التسخين والأفران القهربية طب ليه سبيكة النيكل كروم بتستخدم في صناعة ملفات ملفات التسخين والأفران القهربية أولا لأن هذه السبيكة سبيكة النيكل مع الكروم بتقوم التآكل حتى وهي مسخنة لدرجة الإحمرار إذن سبيكة النيكل كروم أهو أدي نيكل نيكل كروم تقاوم تقاوم التآكل حتى وهي مسخنة لدرجة الإحمرار الله إيه ده ده أنا قطالب يا مستر رمضان ممكن أنا أستنتج الوظيفة ده أنا بتكلم عن النيكل كروم بتكلم عن ملفات تسخين بتكلم عن أفران قهربية بتكلم عن طاقة حرارية ناتجة تؤدي إلى تآكل لكن نظرا لأن هذه السبيكة من صفتها أنها تقوم التآكل حتى وهي مسخنة لدرجة الإحمرار فتستخدم في صناعة ملفات التسخين والأفران القهربية لكن سبيكة النحاس مع القصدير يا أستاذنا أحنا النهاردة في السبائك زي ما وضعت حضرتك دهوقتي النيكل كروم وقلت إن هي بتقوم التآكل في درجات الحرارة المختلفة يبقى بتستخدم في إيه صناعة ملفات التسخين فين ملفات التسخين دي؟ أنت عندك في المكوى في الدفاية في المايكروويف في الأفران الكهربية المختلفة يعني ممكن يسألني علل تستخدم سبيكة النيكل كروم في ملفات التسخين علل تستخدم في صناعة الأجهزة الكهربية التي تقوم بتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية لأنها بتقوم التآكل حتى في درجات الحرارة المرتفعة أنت المفروض تبعارف إن السبيكة دي بتقوم الكهرباء تقوم الكهرباء أيها الكهرباء لما بتعدي في هذه السبيكة لما بتحرك في هذه السبيكة السبيكة دي بتقوم الكهرباء فبتتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية علشان كده بستخدمها في ملفات التسخين فبالتالي بتقوم الكهرباء وبتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية هنا بترفع درجة الحرارة اللي موجودة عندنا وبتقوم التآكل يعني ما بتتأكلش بفترة معينة ليها فترة صراحية طويلة وبتتحمل درجات الحرارة المختلفة سبيكة النحاس زي ما شفنا الألمونيوم وليه سبائك كتيرة هنشوف برضو النحاس اللي عنده سبائك كتيرة جدا النحاس مع القصدير يصنع منه سبائك البرونز ممكن النحاس ناخده مع الألمونيوم اللي هنصنع منه سبيكة تسمى ديورالومين ممكن ناخد النحاس مع الخرصين بترسيب كهرابي زي ما نتعرف عليها تصنع منها المقابد للأبواب والشبابيك المختلفة اللي هي بتدي لمعان وبريك معدني يبقى السبيكة اللي عندي لما اتكلم على نحاس مع قصدير يبقى سبيكة برونز نحاس مع خرصين يكون عندي سبيكة تسمى سبيكة النحاس الأصفر سبيكة النحاس الأصفر تصنع أساسا من النحاس مع الخرصين يبقى النحاس بنعمل منه سبائك كتير الألمونيوم عندنا استخدامات سبائك ايه أكثر وأكثر يعني هنلخص كلام سعبتك الجميل ده أساسا والواضح أن النحاس مع خرصين ده نحاس أصفر وده وتنوع من السبائك اللي أنا بعمل بها ترسيب قهرابي على المقابد الحديدية وده هنفسرها في الباب الروابع في كيميا الكهرابي صابقة طبعا دي الكلام فيها أما سبيكة البرونز عبارة عن نحاس مع قصدير إذن إس إن زد إن إس إن ده كده عبارة عن قصدير أو أدو قصدير إس إن لكن زد إن ده كده عبارة عن خرصين أو ما يسمى زنك إذن نحاس مع خرصين ده عبارة عن نحاس أصفر أما سبيكة البرونز ده عبارة عن نحاس وقصدير لكن كلمة الصلب دي هاخد معها عنصرين فانديوم فانديوم مرة وإنيك المرة طيب لو أنا ضفت نسبة قليلة من الفانديوم إلى الصلب يعمل لي سبيكة ذات قصاوة قصاوة عالية وتقاوم الصدق لذلك تستخدم سبيكة الفانديوم مع الصلب أو إحنا ريب نضيف كميات قليلة من الفانديوم إلى الصلب عشان نصنع زنبركات السيارات اللي عبارة عن السوستة السوستة بالزبط اللي موجودة جادة جادة بالمساعد كده بتاع السيارة إذن الفانديوم تتحمل الصدمات وتحاول هياكل السيارات ما حصلش فيها كاسة أو شرخ للمطبات اللي موجودة أو طرق السريعة يعني نقدر إيه أن الفانديوم يستخدم في صناعة الزنبركات السيارات لأن لما أنا بضيف منه كميات قليلة إلى الصلب على طول بتديني سبيكة تتميز بأنها ذات قصاوة عالية وتقوم التآكل لكن النيكل بقى مع الصلب فيما يستخدم جميل النيكل والصلب بيستخدم في صناعة سبيكة الصلب الذي لا يصدق ما بيصديش النيكل عندنا مع الكروم النيكل مع الصلب ده بيستخدم في صناعة سبائك بتدي لمعان وبريك معدني والسبيكة لا تصدق عندنا برضو في حاجة قبل ما لننسى الحديد مع الكروم بيستع منه سبيكة يعني يعني مثلا لما بنضيف النيكل للصلب تمام تفضل يديني صلابة تمام وعدم تآكل ومتقصرش بالأحماض إن أنا ممكن أحفظها تمام يعني فيه أوعية أنا عايز أحفظ فيها أحماض أو قلويات قوية إذا نجد إن هذه الأوعية اللي أنا ممكن أحفظ فيها الأحماض القوية اللي عبارة عن أوعية مصنوعة من النيكل مع الصلب بالإن النيكل مع الصلب يتماز بالصلابة وأنه يقاوم الأحماض والقلويات زي ما حادتك قلت ده كده بالنسبة لسليكة النيكل مع الصلب إذن إحنا كده عملنا خريطة عامة بالنسبة لي موضوع السبائل عن طريق اللي عمالك صادق أنا ما أظنش كده بقى كده فيلم وصاب عقل الطالب فهم فيلم كده خلاص كده بالنسبة لعقل وبالنسبة لأبنائنا بناتنا الحلوين اللي مركزين معانا وأبنائنا المركزين بارك الله فيكم إن شاء الله وطبق سنة سعيدة موفقة بالنسبة لكم إحنا بنأكد على موضوع الفهم فيش حاجة اسمها حفظ خالص إذن أنا قلت في رزل ألمونيوم على طول ساكاندوم تيتانيوم منجنيز المنجنيز ألمونيوم مع الحديث على طول نيكل مع القروم خدت النحاس خارسين نحاس قصدير كلمة الصلبة مع الفانديوم ومع النيكل اتلمت الكصة بالنسبة بالنسبة لأينا بس لما نذكر كلمة الفانديوم هنخش على المركبات بعد معنى السبائك والخريطة الجميلة اللي رسمتها ووضحتها وتعبناك فيها النهاردة هنخش على الفانديوم بمركباته فقط الفانديوم بس وعلى العناصر الانتقالية خلي بالك أن العناصر الانتقالية بتبدأ بعنصر نشط كيميائيا نشط كيميائيا يعني مركبات كيميائية عالية مركبات كيميائية كتيرة يعني زي السيكانديوم لما مع الميا بيبقى نشط جدا 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 وبينطلع منه غاز الهيدروجين التتنيوم عنده مركبات زي ساني أكسيد تيتاني الفانديوم خامس اكسيد فانديوم الكروم اكسيد كروم سلاسي وكرومات البوتاسيام او ثاني كرومات بوتاسيام المنجنيز ثاني اكسيد منجنيز برمنجنات البوتاسيام الحديد مركباته اكسيد الحديد المختلفة هنتعرف عليها في الباب الاول عندي بعد الحديد في الكوبلت في النيكل والكاديميوم بيعملوا البطاريات السنوية يعني السلسلة هنطلع منها مركبات كتيرة جدا هو المركبات مركزة في ستة عناصر من هذه العناصر اللي هو عبارة عن تيتانيوم، فانديوم، كوروم، منجنيز، نحاس، خرصين خرصين، أكسيد خرصين وكابلتيد خرصين هنبتدي نقش المركبات الخاصة بكل عنصر فمن أهم مركبات التيتانيوم ثاني أكسيد التيتانيوم تي آي أوتون ده مركب بقى مش سبيكة بالضبط كويس ثاني أكسيد التيتانيوم فيما يستخدم وأنا برضو يعني أنا عايز أتكلم عن اللفظ يعني أنا في فرق بين مستحضرات التجميل ومستحضرات الحماية من أشعة الشمس جميل يعني لو أنا كده خدت من مركبات الخرصين مستحضرات التجميل آه أكسيد الخرصين زد النقوم آه الله دهنات ومكبات ومستحضرات تجميل أنا بس بتكلم عن اللفظ دولة المشابه تمام يعني ثاني أكسيد التيتانيوم فيما يستخدم يستخدم في إيه؟ يدخل فيه تركيب يعني ضمن تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس آه لكن أكسيد الخرصين مستحضرات التجميل آه لابد أنا أفرق بين هذا اللفظ وهذا اللفظ عشان إيه حتى لا تدخل الموضوعات بالنسبة لنا يبقى إذا كده أنا بداية بالنسبة للثاني أكسيد التيتانيوم لو أنا بتكلم عن استخداماته يدخل يدخل في تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس طب علل ليه بيستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم أو ليه بيدخل في تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس آه أولا ضقائق النانوية بتمنع وصول الأشعة الفوق بنفسجية إلى الجلد فبتحمي الجلد من هذين الأشعة ذات التأثير أضار أضار آه تأثير كميائي آه إحنا عندنا فيه أشعة تحت حمراء ذات تأثير حراري حراري إنما الأشعة فوقل بنفسجية ذات تأثير كميائي يبقى إذن يقول إيه فيما تستخدم أو علل أو أسكر السابع العلمي إذن أول حاجة يا أستاذنا فيما يستخدم ثاني أكسيد التتانيوم إذن يستخدم أو يدخل فيه تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس طبعا هقوله طبعا ليه بقى لأن دقائق النانوية بتمنع وصول الأشعة فوق أدب نفسجية إلى الجلد ده كده كان بالنسبة للتتانيوم لكن لو أنا هتكلم عن الفانديوم من أهم مراكبات الفانديوم اللي هو عبارة عن خامس أكسيد الفانديوم لكن اسمحني أتكلم برضو عن مركب من مراكبات الكروم كده عشان يعمل مقارنة من أهم مراكبات الكروم اللي هو كده عبارة عن أكسيد الكروم ومراكبات الكروم ومراكبات الكروم برضو زي ما قررنا بين تي اي او تو وزد ان او يعني كان أكسيد الخارسين يدخل في تركيب مستحضرات التجميل تي اي او تو ثاني أكسيد التيتانيوم يدخل في تركيب مستحضرات الحماية من أشياء الشمس طب خامس أكسيد الفانديوم دوت يدخل ايه؟ يدخل قصبغة في صناعة الزجاج والسيراميك لكن عمل الأصباغ أكسيد الكروم اذا احنا بنأكد على اللفظ والدقة اللي تخلي الطالب ما ينساش خالص اذا أكسيد الكروم عمل الأصباغ عمل الأصباغ أو قادي عمل الأصباغ لكن خامس أكسيد الفانديوم يستخدم قصبغة في صناعة الزجاج والسيراميك لكن كان V2O5 عمل حفاز وعمل مؤكسد جميل طب عمل حفاز في ايه؟ طبعا V2O5 خامس أكسيد الفانديوم كعامل حفاز في صناعة حمد الكابريتيك بطريقة تسمى طريقة التلامس مركب V2O5 صبغة صبغة في صناعة السيراميك والزجاج خامس أكسيد الفانديوم عامل حفاز في صناعة حمد الكابريتيك بطريقة تسمى طريقة التلامس عامل مؤكسد في صناعة حمد البنزويك حمد البنزويك لما نتكلم في الكيمة العضوية مهم جدا نعرف كل الأهمية الخاصة بمركب خامس كسيد فاناديوم لما كان بيرستخدم في أجساد الطلوين ولكن مش عايزين بقى يعني لك برضو الطالب لازم يعرفها من النهاردة ويحفظها خامس كسيد فاناديوم صبغة في صناعة سيراميك في صناعة زجاج عامل حفاظ في صناعة حمد الكابريتيك بطريق التلامس عامل مؤكسد في صناعة حمد البنزويك وبرضو زي ما قال أستاذنا الفاضل مش عاوزين نخش كده بقى في حاجات تتويكم عاوزين نركز في الجزء الأولاني والنهاردة إن شاء الله تبقى حلقة جميلة تبقى أنت فاهم الأهمية اقصادية مش حافظ أهمية اقصادية عشان تقدر تجاوب فيها يبقى إذن خامس أكسيد الفانديوم أيضا عامل حفاظ في صناعة المغناطسيات فائقة التوصيل يبقى إذن كده أنا عندي V2O5 عامل حفاظ في حاجتين صناعة المغناطسيات فائقة التوصيل دي حاجة الحاجة التانية عامل حفاظ في صناعة حمد الكابريتيك بطريقة التلامس واللي هنوضح معدلاتها إن شاء الله لما نجي نتكلم في العامل الحفاظة أو في الخواصة العامة بالنسبة لعامل هذه السلسلة حضرتك وضحت التشابه بين مستحضرات التجميل وعمل مستحضرات التجميل والصبغة وتركيب الصبغة برضو مغناطسيات دائمة ومغناطسيات فائقة التوصيل المغناطسي الدائم اللي هو بيدخل فيه عنصر الكوبلت المغناطسيات فائقة التوصيل القوية زي ما قال السيد خالد كده خامس أكسيد الفانديوم كعامل إيه عامل حفاظة جميل إضاحة طيب جدا من ساعتك مشكور ساعتك عليها أنا دايما ضد إن الطالب يحفظ موضوع المجموعات الزرية كده بشكل مباشر يعني ولكن أنا أفضل إن الطالب يحفظ رموز المجموعات الزرية وتكافتها بصياغ المركب كمركبات فمن أهم مركبات الكروم ساني كرومات البوتاسيوم إذن البوتاسيوم ده يعتبر في لز وحد التكافؤ ساني كرومات ده عبارة عن مجموعة زرية زر تكافؤ سنائي إذن لو أنا هتكلم عن أهم مركبات الكروم هدو ساني كرومات حتى ساني كرومات CR2 O7 دي مادة مؤكسدة يعني بتحتوي على نسبة أكسوجين زر عالي جدا إذن بالنسبة برضو لي المركبات الكروم الموجودة عندي K2 K2 CR2 O7 أنا عارف أنا ما بيكتبك أطالب ساني كرومات CR2 O7 دي مجموعة زرية 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 تكافؤ سنائي والبوتاسيوم أحادي من أهم مركبات المنجانيز برضو عشان نخش فيه موضوع المقارنة أمين أنا عندي ساني أكسيد المنجانيز عندي بير منجانات البوتاسيوم دي كيه بوتاسيوم البر منجانات دي عبارة عن MNO4 يبقى إذن برضو يا مستر هن برضو خاتنا حتى الآن مجموعتين زرية تكافؤ سنائي البر منجانات غير المنجانات البر منجانات إمي أنه أوفور مجموعة زرية زر تكافؤ أحادي ثاني كرومات برضو مجموعة زرية زر تكافؤ سنائي إذن إحنا ابتدنا معرف أولادنا المجموعات الزرية في سياق المركبات الكيميائية وده رأيه شخصي بالنسبة لي إن أنا محبش إن الطاليب يمسك كده جدول حفظ الرموز وتكافؤاتها سواء مجموعة زرية أو عباس استنتجها بصف لابد أن تستنتج في سياق مركب كيميائي وبالتالي برضو مش هينساها لما أجي أتكلم عن أهمية هذه المركب طبعاً دي عبارة عن مواد مؤكسيدة اللي هي ثاني كرومات بوتاسيوم وبرمنجانات الإيه لكن إحنا نزيد على البرمنجانات أنها مادة مطهرة جميل إذن ثاني كرومات مادة مؤكسيدة أما برمنجانات البوتاسيوم مادة مؤكسيدة ومطهرة طب هل توجد أيضاً مركبات أخرى بالنسبة لي المنجنيز المنجنيز عندك تاني كبريتات المنجنيز ودي مبيدة للفطريات كبريتات منجنيز طب هنقارنها بحاجة تانية برضو كده مع كبريتات النحاس جميل 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 خالص كبريتات النحاس مبيدة للفطريات بس خلي بالكم كبريتات نحاس ننق بيها المياه مياه الشرب كبريتات منجنيز ماينفعش ننق بيها إيه مياه الشرب لأن كبريتات النحاس مبيدة للحشرات وموية الفطريات إذن حكتم مع بعض وكبريتات منجنيز مادة سامة ما تنفعش عندي تخش فيه تطهير مياه جميل 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 يبقى إذن إحنا هنصرت بس برضو هزين الموكاة برضو آدي كده كابريتات آدي MN والكابريتات SO4 إيه ده إحنا دخلنا على مجموعة زرية تالتة الكابريتات إذن حتى الآن الطالب اتعدم ثلاث مجموعات زرية من ثلاث مركبات بزطر ثاني كورومات برمنجانات كابريتات كابريتات كابريتيت هنتعرض في حينها إحنا نصل برضو في ملاحظة جميلة جدا لما أقول كابريتيد دال نيتريد دال طالما فيها الدالي بدل عنصر يد يعني بدل عنصر فقط لما أقول كابريتيد يعني كابريت لما أقول كلوريد يعني كلور لما أقول إيه نيتريد ده نيتروجين يبقى أنا هكتبه في المركب كعنصر طب هنقول حاجة هنقول حاجة الظريفة خالص برضو يعني المركبات التي تتكون من عنصرين دائما المقطع الأول لا ينتهى بيد على طول على طول يبقى إذن إحنا عايزين نعلم أبنائنا وبناتنا مفاهيم عما بالنسبة للكامية عشان يعرف اشتغل في المعادلات المركب قد يكون عنصرين أو عنصر ومجموعة زرية أو مجموعتين زريتين إذن بصفة عما المركبات التي تتكون من عنصرين يكون المقطع الأول لا ينتهي بكلمة إياد بولكلوريد سوديوم كابريتيد خرسين كابريتيد و بالنسبة كسيد بالنسبة 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 لهذا المنان بالنسبة مركبات الخرسين مركبات الخرسين زد ن وإحنا قلنا يدخل في موس تحضط التجميل والدهان و كمان بيدخل في صناعة المطاط تمان طب كابريتيد الخرسين زد ان زد ان اس طبعا هذا المركب يستخدم فيه اطلاقات المضيئة وشاشات الاشعة السينية لو عند ساعتك طريق نسمعه بالنسبة لإستخدامات كابريتيد الخرسين كان خدناها في المرحلة السنوية في تجربة رازرفورد في سنة تانية سنوي لما قلنا قطعة من الحديد المطلية بطبقة من كابريتيد الخرسين كابريتيد الخرسين كان بيعطي وميد عند سقوط الدوق عليه يبقى كابريتيد الخرسين ده بنحبر منه وميصنع منه اهميته بيستخدم في صناعة الشاشات المضيئة ايضا يستخدم في صناعة الاشعة شاشات الاشعة السينية المختلفة كده دي مركبات الخرسين لكن نرجع تاني دي المنجنيز ونرجع تاني دي النحاس لاني لسه ما زلنا عندنا في حاجتين في حاجة مهمة جدا يعني الثاني اكسيد المنجنيز ومحلو فيلنج يعتبر عامل مؤكسة في العمود الجاف ومن اهم مركبات النحاس كابريتات النحاس اللي بتدخل في محلول من ضمن المكونات محلول فيلنج محلول لا بتدخل محلول فيلنج يستخدم فيه الكشف عن سكر الجلوكوز فطبعا لو تحول اللون من ازرق ازرق اه انا قطالب انا ناسي لا انا فاهم انا عارف ان اساسا مركب كابريتات النحاس ده لونه ازرق اذا انا مش بحفظ انا انا فاهم بالزبط اذا عشان كابريتات النحاس كمركب لونه ازرق بيدخل ضمن مكونات محلول فيلنج اه اذا كان فيه سكر فاذا تحول من اللون الازرق الى اللون البرتقالي اذا ده هو دلالاتنا على وجود سكر اه بالنسبة لي سكر الجلوكوز سكر الدم اه اذا الكصة الكصة سهلة خالص سبائج اه اه جميلة جدا حتى في موضوع الاروان والله بجد فعلا متعة جدا ومتعة غير عادية واحنا اساسا بنستمتع بوجودنا مع ابنائنا ومع بناتنا احنا قاعدين في حلقة عادية خالص كما لو كنا في درس خاص مع ولادنا ومع بناتنا احنا بس عايزين ايه يعني الطلبة اه بتركيز اوه 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 معنا اه اذا لابد اكون انا كده عندي كده عندي علامات علمية اه بيها ان انا ما اقدرش انسى انا فاهم ان محلول فيلنج من مراكبات النحاس كبرتات النحاس ده عبر عن احد مكونات محلول فيلنج طب انا عارف كمعلومات اديها بالنسبة لي ان هذا المراكب دونه ازرق اذا تحول من ازرق الى البرتقال اذا دوا دلالة على وجود سكر الجروكوز طب ده كده كان بالنسبة لي المراكبات لكن لو احنا استعرضنا باقي قاع عناصر يعني كده اخذنا كسباء اخذنا كمراكبات طب المراكبات ناخد الاول كده بعض الاسئلة الخفيفة اللي محضرة حضرتك طيب 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 ونرجع للعناصر طيب انا استسمحك بس عشان وقتنا اتفضل عشان وقتنا بس نخلص العناصر ده ان كده الوقت بيوداهمنا بعدين نخلص ومعدين اذا تبقى وقتنا يتكلم عنها زي الاسئلة الطالب لازم يعرف الجزئين يجيلوا ازاي في البنزان يفهم مصطلح يعرف اسئلة علل يعرف مفهوم علمي يبقى فاهم المراكبات والعناصر استخدامتها في حياتنا شكلها ايه طيب هنتكلم عن العناصر بقى طيب لو احنا مثلا ابتدينا بعنصر الاسكانديوم اللي احنا كده بيفقرنا كده بالاستوديو بالاستوديو اللي احنا قاعدين فيه وحيدا لساعدتك يعني هذا العنصر بيضاف الى مصابيح ابخرة الزئبق لما بيضاف عنصر الاسكانديوم الى مصابيح ابخرة الزئبق بينطق ضوء عادي الكفاءة يشبه ضوء الشمس يستغنب في التصوير التلفزيوني اثناء النيل فيقول لي فيما او العلل يضاف عنصر الاسكانديوم الى مصابيح ابخرة الزئبق فتكون الاجابة لانتاج ضوء عادي الكفاءة يشبه ضوء الشمس يستغنب في التصوير التلفزيوني اثناء الليل ولكن بالنسبة ليه التيتانيوم مستر رمضان؟ التيتانيوم طبعا كعنصر لما نيجي نتكلم عليه ليه استخدامات كتيرة جدا منها استخدام مهم جدا في الطب اللي هو صناعة المفاصل وصناعة الاسنان اللي بيستبدل بيها المفاصل المقصور زراعة الاسنان وتركيب الاسنان والمفاصل الصناعية تغيير المفاصل الصناعية اللي ان الجسم بتاع الانسان لا يلفز هذه السبائك اللي بتدخل في جسمه وفي نفس الوقت التيتانيوم غير اسام ولا يلفزه الجسم خارج الجسم الفانديوم كعنصر بقى الفانديوم كعنصر نحن قلنا انه يدخل في عمل زنبوركات السيارات ولكن بعد الفانديوم اه اذا اسكندوم تيتانيوم فانديوم كوبلت بقى الكروم منسيبه العنصر الكروم عشي الكروم عجبني اوي عنصر الكروم اتفضل اوي يعني بمعنى اولا بالنسبة انا كطالب فانديوم انا هستنتج استخداماته من خلال ايه اولا الكروم في لز نشط كيميائيا لكنه يقاوم فعل التقلوات الجوية وده من الحاجات المهمة جدا هو اللي علل بالرغم من ان الكروم في لز نشط كيميائيا الا انه يقاوم فعل التقلوات الجوية طبعا بتتكون طبقة من الاكسيد على سطح الكروم حجم جزياته اكبر من حجم زرات العنصر نفسه فتعمل كما لو كان الطبقة غير مسامية واقية تمنع استمرار التفاعل بالفلز مع اكسوجين الهواء الجوية يبقى اذا تاني بالراحة خالص ليه الكروم ايه نوعية السئلة اللي بنقولها اه طبعا ليه الكروم بالرغم من انه فلز نشط كيميائيا الا انه يقاوم فعل التقلوات الجوية كلمة يقاوم دي اساسا انت خلينا نقول ايه ان انا بستخدم الكروم في ايه طرق المعادل الفلزات ما هو يقاوم في دباغة الجلود اذا انقدي الفهم اللي احنا عايزين ايه ابنائنا وبناتنا وبفهمينه اذا ليه انا بستخدم الكروم يا مستر رمضان ماشي اه في دباغة الجلود اه في طلاء المعادل واذا تكلمنا عن طلاء المعادل انا اتكلم عن النيكل اللي سعالتك ذكرته في في ما سابق في حلقتنا اذا انا كده عندي عنصرين يستخدمان فيه طلاق المعادل النكل والكروم النكل والكروم برضو لتكملة لكلام حضرتك ان احنا عندنا صلب مثلا ما بيصديش الاستاليس عبارة عن حديد مطلب طبقة من اكاسيد الكروم وطبعا دي هنقولها ان شاء الله في السبائك الحديد بالتفصيل ان شاء الله الاستاليس تيل حد التطلاق دي اه الاستاليس تيل او الاستاليس تيل هنا انه بيكون طبقة من الاكسيد زي ما قلت حضرتك بس غير ما سمية غير ما سمية ما فيش اي فواصل ما بين ايه اكاسيد الكروم اللي موجودة وده بتمنع تفاعل الفلز الاصلي اللي انا طالته بمكونات الايه باكسوجين باكسوجين الهواء الجوي وخصوصا ايه غاز الاكسوجين المادة المؤكسدة ايه الاساسية اللي موجودة عندنا فده عنصر من الكروم المانجليز اتعرفنا عليه بمركباته وعندي عنصر الحديد بقى استخدامات الحديد او برادة الحديد في بعض العوامل الايه ايه الحفاظ طيب يعني هنتكلم عن الحديد في حاجة مهمة جدا لان دايما من الاسئلة اللي بتأتي في الامتحانات لابد اسئلة تخاطب الوجدان ومن الاسئلة الوجدانية اللي بتبقى موجودة في امتحان سنوية عامة واضح اسهامات العلماء الاتئة اسمعون في تقدم علم الكيمياء جميل فعندنا هابر بوش وفشر بطربش كل من هما استخدم الحديد كعامل الحفاظ في ايه اولا فشر او هابر بوش استخدم الحديد كعامل الحفاظ في تحضير غاز الناشادر الصناعي من عناصره الاولية لابد ان الطالب يبقى عارف المعادلة واحنا هنكتبها ونوضحها بالنسبة او بالنسبة لي طعالاتها كلها الموجودة بيخوصها المختلفة الناشادر النيتروجين الناشادر ناشادر النيتش سري وهو ما يسمى بالامونيا او ناشادر يعني امونيا غير ملخوزة هامة جدا عندي غير كلمة امونيوم امونيوم اخدش امونيوم امونيوم امونيا بالضبط الأمونيوم دي عبارة عن المجموعة الزرية الوحيدة الموجبة ده يتلبون يعني نقوله مجموعة وحيدة زرية موجبة مؤقتا لغاية ما يخش على الهاترونيوم ويخش على الفسفونيوم عندهم ده مجموعات موجبة إذن الأمونيا غير الأمونيوم أنا أصدت اللفظ لأن كثير من الطلبة بيخلط بين أمونيا وأمونيا بالألف نشادر غير أمونيوم طب أنا عايز أحضر النشادر من عناصره الأولية إيه عناصره؟ نيتروجين وهيدروجين طب إينا الفهم طب أنا عندي سبعة عناصر يا مستر رمضان جزيئاتها سنائية سنائية الزرية زي هيدروجين، أكسوجين، نيتروجين، فلور، كولور بروميود جميل خالص إذا اللي مجي أنا أتكلم عن هذه العناصر كتابة إذا أنا بكتبه كجوزيء سنائي الزرة سنائي طيب أنا هوزن المعادلة أنا عندي الـ H قد الـ N تلات مرات يبقى أخذ مول نيتروجين مع تلات مول هيدروجين وزن جميل حل تمام؟ كلهم غازيت خلاص ده أساسي طبعا كتابة الحالة الفيزيئية حل إذن ده كده أدي G حالة غازية أدي G حالة غازية أدي G كده حالة إيه؟ غازية وكمل الوزن هنا كده أدي N2 أدي كده إذن كده عندي أدي 2N 2N 3HU 3H2 ولكن هذا التفاعل علشان يتم فيه شرط التفاعل أولا استخدموا الحديد كعمل حفاظ كتبت حديد من اللي استخدموا أو برادة حديد من اللي استخدموا هابر وبوش دول كده عالمان تمام خالص لكن مع الحديد أو برادة الحديد كعمل حفاظ كان أنا عندي 200 أطموسفير و 500 سنتجريت أو درجة سليزية إذن أنا عندي 3 حاجات ممين جدا وزن المعادلة شرط التفاعل الحالة الفيزيائية ودي حاجات يجب أن لا نخفلها عند كتابة المعادلة الكيميائية إذن هابر وبوش عملوا إيه؟ استخدم الحديد كعمل حفاظ في تحضير غاز الناشاد الصناعي من عناصره الأولية إنما كان عندي فشر طربش برضو استخدم الحديد كعمل حفاظ ولكن في تحويل الغاز المائي إلى وقود سائل ده كده كان بالنسبة للحديد لكن ما ننساش إن الحديد يستخدم فيه الخرصانات المسلحة يستخدم فيه مواسير البنادق والمدافع يستخدم فيه الأدوات الجراحية دي كلها استخدامات بالنسبة لفنز الحديد برضو فيه عندنا تعليق صغير على الجزئية دي اللي هي الأخيرة بتاعة فشر الطربش اللي هو الغاز المائي مما يتكون الغاز المائي الغاز المائي بيتكون من خليط من أول أكسيد الكربون والهايدروجين بأي نسبة؟ لا بنسبة 1 إلى 3 ولكن الخليط ده لازم أبداعرفه اللي هو أول أكسيد كربون وإيه وهايدروجين موجود عندنا غاز مائي يتحول إلى وقود سائل كده اتعرفنا على عنصر الحديد باستخداماته المختلفة وبعد الحديد فيه عندنا العنصر اللي عدده زرلي 27 الكوبلت قلنا الكوبلت وإنيه كان بنصع منهم البطاريات الإيه السانوية ولا البطاريات الجافة؟ لا البطاريات الجافة فيه بطاريات سانوية اللي هي النيكل وإيه والكادنيوم برضو فيه استخدامات كتيرة تاني ولكن الوقت بيجري بينا ويا خلص طبعا وقتنا وطبعا استفادنا كلنا بالمجهود الكبير اللي قام به الأستاذ خالد معارضنا في حلقة جميلة وترتيب العناصر الانتقالية بنشكره طبعا كلنا وبنا نديك صحة السكرة شكرا لك بس الله بغضان شكرا وبنا كرامك حبيب ويا ربوا تكونوا استفادتم معنا بحلقتنا النهاردة وتابعونا إن شاء الله في الحلقات اللي جاية ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته